السلام عليكم ما عرف لكن أنا شايف ما في اختلاف بين النصار السنة والسلفية جميع الطائف دي عشان أول شي عشان ما تحزبوني وتقولوا منتمي لطائفة أو لحزيب أنا ما عندي ما عندي علاقة ما عندي زول فلوتر قبيل كده معي واحد صاحبي اللي قد لقي قصة كده غريبة جدا والحاجة المحيرتني إنه حصل اللي ما عندي باز قل ابني باز قاال شنو في واحد أفريغي معه سوداني معه نوحن سعودي قادم في داخلية اللي حصل شنو إنه الأفريغي دا الباب قام فاتح ما عارف قال للسعودي قالم ثم قال لها خقفل الباب قام السعودي قال لها ما بكفل الباب قوموا مش انتاااا أكفي لبراء قومو انتااا امشا года أكفي لبراء قام للأفريغي قال ما أنديه يده بالفئ قفل الباب وهو قاعد في سليلو يعني حاجة ما تعرف ادي شنو زات قالوا وشالوا الدول الشيخ ابن باز عشان يشوف الحاصل شنو ابن باز جابوا قاعدوا قال لي يا حبيبنا شنو انت انسان اول شي ولا شيطان ولا هنا قال لي وانا شيطان قال لي شيطان جيت اتعلم من نور الدين هنا في جامعة المدينة شنو انا ما عارف وراجع اعلم هل هناك لانه ما فهمين حاجة عليك الله تفهم ده قام قال لي خلاص ما مشكلات زول ما شاء الله قالوا قاعدوا وكمل الفهمه وقرأ وشال شهادة ولما ما اشي كان بدون بعد ما انتهوا بدون عشرين الف كده ريال معا ما عايز بشنو معا كري الطيارة حق ذاهب عودة قال لي هاكالحاجات دي ومشي ليه بلدك الزول قال ليه انا ما محتاج قال ليه انا بس بس بغى الطيارة قل رش كوني انا ما محتاج لها يعني انا ما عارف فاسي فارقكم من الصوفية شنو انتو المشكلة بدين تغضوا في حاجة ومارسوا في نفسها شكرا الشاب الاول قال انتو وانصار الصنة واحد يخ نحن واحد كيف نحن بيناتنا وبينهم الشحم والنار ناس جابوا ناس الحرية والتغيير في المركز العام بتاعهم جابوا داك اسمه منه بتاع الحركة الشعبية ما اندلا ولا اسمه منه مين دا يا اخي لا لا ما محمد يوسف في المزاد اسمه يوسف ولا اسمه منه بتاع الحركة الشعبية لا ما اسمه الباو هاي كوام بس دا جابوا في المزاد انت عارف قالوا شنو براء هم كتبوا قالوا يا скоро انا نحنا دارين قالوا لهم ان نحنا دارين نوصلي لكم الرؤية بتاعة الجماعة قاموا اتكلموا ان نحنا ما كنا حاضرين لكن دا خلاصة كلام وكتبهم احنا ما حاضرين لكن كتبهم قالوا دارين نوصلي لهم رؤية الجماعة وانو الناس ما تهبش الدين لحد دينا كويس دينا قال لهم خلاص نحنا رؤيتكم دي إن شاء الله بنمشي نعرض على أقوى الحرية والتغيير يعني يمكن يطلع الدين ده نافع ويمكن ما يطلع ما نافع يشي تقعد لي معناه زي ديل ديلة نصارح صنع تقول لي نحن معهم واحد دي مسألة المسألة الثانية قال القصة بتاعة الأفريغي والشيخ ابن باز ومعه تاني واحد أنا بقوم بسعلك سؤالين هل أنت مستنكر لو افترضنا أن القصة دي صحيحة هل أنت مستنكر أنه يعني أنه الجن يجي يتعلم الدين ربنا قال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ما فيها مشكلة يمكن يكون في جن هنا ذات بعدين الجن بالمناسبة قبائل وحزاب ها زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كنا طرائق شنو قيدة دا بتلقى جن سلفي بيجغم في الجن العلماني بيجغم في الجن الصوفي كمتا قيدة دا والله بكلمك النصيحة بكلمك النصيحة عرفتها دي مسألة فإنت ما تنكر لي حاجة أنت ما شايفة عرفتها ما تنكر لي حاجة أنت ما شايفة فدي أول مسألة والكلام دا جاي في القرآن إلا تجي الليلة إلا الليلة تجي تطعم في القرآن تقول ما ممن بيو عرفتها وآيات كثيرة في المعنة دا المسألة التانية هل أنت منكر تمثل الشيطان بابن آدم؟ أنت ما سمعت أو مرت بك قصة أبو هريرة مع الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم لما ممسكوا الصدقة المال بتاع الصدقة الشيطان تلاتة أيام بيجي لأبو هريرة في صورة رجل مسكين دائر دائر النفقة والصدقة ويقوم يترك أبو هريرة رضي الله عنه يقبض يقوم يقول لي لأرفعنك إلى رسول الله فيشكله والحاجي أبو هريرة يخليه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم الصباح ما فعل أسيرك البارحة لغاية النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل كنت تدري من تكلم يا أبو هريرة منذ ثلاث قال ذاك شيطان فإنت منستنكر ياته فعادي ما في مشكلة يجي جين هنا وأي جين مسلم كافر إحنا مندعوه إحنا ما فتحنا لك فرصة أصبر لينا طوّل بالك لأنه قالوا البلد شنوه وإحنا ذاته عندنا هنا يسي ما شنوه جاموغة ولا حاجة هنا واقفة لينا كورضم هنا بتاعت كلام كتير بالمناسبة فلازم تخلونا نحنا ناخد راحتنا عرفتها